بسم الله والصلاة والسلامة ورسول الله كدكتورة جازية وحشتين جدا جدا نتكلم حضرت اليوم عن باب المقطوع والموصول لدكتورة جازية واتكلمنا عن تعريف المقطوع وتعريف الموصول وأخذنا كل منهما مثالا وله 21 موضعا وأخذنا موضعا واحدا وهو أولا تقطع أن مفتوحة الهمزة ساكنة النون على ثانيا يا دكتورة جازية تقطع إن مكسورة الهمزة ساكنة النون عما في موضع واحد وهو قوله تعالى وإما نري أنك بعض الذي نعدهم سورة الرعد وما عد ذلك فموصول وما عد ذلك فموصول وإما تخافن سورة الأنفال يا دكتورة جازية الآية 58 بعد كده وأما أن مفتوحة الهمزة وأما أن مفتوحة الهمزة ساكنة النون يعني اللي هي أن خذنا بقى المكسورة والمكسورة المكسورة والمفتوحة ساكنة لمفتوحة الهمزة ساكنة النون فتوصل بما في جميع مواضعها في الكرآن الكريم قولي تعالى أم ماذا كنتم تعملون وارك الله ودكتورة جازية ودكتورة مولا